اقيم في دائرة الهجرة بمدينة القيارة اجتماعا موسع طارع حول اغاثة وايواء نازحي الموصل وامكانية عادة النازحين الى المناطق المحررة وعقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين السيد وزير الهجرة والمهجرين الدكتور جاسم محمد الجاف والفريق الاستشاري الاعلى لشؤون النازحين برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق والمنسق العام للشؤون الانسانية في الامم المتحدة ليزا جراند بالاضافة الى عدد من المدراء العامين في دوائر ومؤسسات محافظة النينوة طبعا عملية كبيرة لايواء واجلاء النازحين وتأمين الحاجات الاساسية قضية كبيرة ولهذا هناك تنسيق تام فعلا بين الحكومة الاتحادية بمختلف الوزارات وايضا خلية دارة الازمات في مجلس الوزراء فضلا عن الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وايضا لدينا فريق دولي لدعم الاستقرار ترأسه نائبة الممثل الخاصة الممتحدة وتؤدي واجباتها الى جانب الدور الكبير الذي تبدله الوزارات والحكومة المحلية يعني الوزارة استقبلت خلال الخمس تشهر الماضية من عمليات تحرير نينوة أكثر من 355 ألف شخص خلال هذه الفترة خلال ثلاث تسابيع الماضية استقبلنا حوالي 180 ألف شخص من الأيمن بالتأكيد هذا العمل ليس بعمل سهل بالتعاون والتنسيق مع شركائنا من حكومة الأقليم من الحكومة المحلية لمحافظة نينوة ومن الأمم المتحدة ومن الجهات الأمنية ومن الوزارات القطاعية يعني كل هذا الجهد المتظافر التنسيق العام بين هذه الجهات القطاعية أدت إلى أنه نستطيع استيعاب النازحين في المخيمات وتحويل حوالي ثلاث النازحين إلى السكن مع أقاربهم في المجتمع المضيف يعني هذا الجهد ليس بقليل والحمد لله لحد الآن مسيطرين في أن هناك مخيمات تستطيع استقبال النازحين لحد الآن وكما قام السادة المجتمعون بزيارة إلى مخيم الجدعى فور في محور القيارة واطلعوا على سير العمل في المخيم الجديد خطة موضوعة والعمل جاربة هذه الخطة ولكن هناك توسيع لهذه الخطة عندما لاحظنا زيادة الأعداد من وصلت إلى 12 ألف 13 ألف شخص يوميا كان هناك مضاعفة للعداد العمل من قبل جهاز الأمني ومن قبل وزارة الهجرة وحتى القطاعات الأخرى اليوم اجتماع خلية دارة الأزمات يُعقد طلبنا من السيد الأمين العامان يُعقد في الموصل ويُعقد هذا اليوم وستخرج قرارات إيجابية أخرى تخدم أهالي نينوى المحررين إن شاء الله سنبدأ بالعمل بها وفي تطبيقها في نهاية الاجتماع يقوم الفريق المشترك المشرف على عمليات الإجلاء والإغاثة المشكل مجم لأبن الدواني 79 سنة 2016 برئاسة الفريق الركن باسم الطاي بالتنسيق مع كافة القطاعات المتقدمة لعمليات الجانب الأيمن وتأمين طرق الإجلاء الآمنة للعوائل النازحة عبر خمس نقاط استقبال تم تخصيصها لهذا الغرض وبعجلات وحافلات من وزارة النقل ووزارة الدفاع وكذلك العجلات المخصصة من قبل القطاعات المتقدمة لغرض نقل تلك العوائل إلى أماكن التدقيق الأمني ومن ثم توزيحهم إلى أماكن الإيواء سواء في مخيمات الساحل الأيسر جم كورو الخازر وحسن شام والنرقزلية أو في مخيمات المدرج والجدعة وكذلك نقل القسم الأكبر منهم إلى المناطق المحررة في الساحل الأيسر وجنوب شرق الموصل سينا سامر قناة الموصلية الفضائية ناحية القيارة ناحية القيارة